نثبت الإصرار والرغبة والتحدي فإحنا بالألوان هتقول لي إيه إحنا بالألوان هقولك ده شيء برضو بيعكس الرغبة والتحدي عرض مصرحي 43 طفل من النادي الأهلي من زاوي الهمم كانوا أبطال فكرة عرض مصرحي إحنا بالألوان كان يوم الجمعة على مصرح الهناجر بدار الأبرة المصرية وطبعا كان حضور العرض من مجلس الإدارة كان على رأس الحضور وكان فيه ناس كتير جدا من المسؤولين موجودين كان كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة موجودين وكانت رسالة إن أبناء النادي الأهلي عندهم إبداع من زاوي الهمم يقدروا يقدموه وكانت إكمال للرسالة اللي إحنا قلناها قبل كده وإكمال لفكرة الدولة المصرية فيما يخص الاهتمام بزاوي الهمم وشوفنا التوجه ده إزاي النادي الأهلي دعم ليه كما كان النادي الأهلي أسامة داعم دايما لكل شيء فيه يقدر يقدمه من ناحية الاجتماعية وقلنا النادي الأهلي عنده دور مجتمع على مر تاريخه مهم جدا وهي هو النادي الأهلي يواصل فيه يعني ده شيء إيجابي جدا وبعتواكب مع مبادرة قادرون باختلاف وبالمناسبة المدير التنفيذي لمبادرة قادرون باختلاف كان على رأس الحضور وأيضا اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب كان منذوب عن وزارة الشباب والرياضة واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير وخالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الفني منذوبا عن وزارة الثقافة والمهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الزهنية ولكن الجميل في الأمر أن الحضور حرصوا في بداية الحفل على اللي يكون فيه وقوف دي إيه أحداد على روح الكابتن عاصم حمد المدير الفني الأسبق لكرة اليد بالنادي الأهلي وطبعا ربنا يرحمه ويلهم أهله الصبر والسلوان طبعا الكابتن محمول خطيب يعني في بداية الحفل وجه كلمة لأبطال إحنا بالألوان أو مصرحية إحنا بالألوان وفضح إن المصرحية دي خادت تحضير مدار ست شهور كل أبناء النادي 43 طفل من أبناء النادي الأهلي وطبعا تم توجيه التحية لكل القائمين على الحفل والسادة أولياء الأمور وخلينا برضو نقول مين مؤلف الحفل ده ومين المخرج عشان يكونوا برضو يعني موجودين في الصورة بشكل واضح جدا مصرحية إحنا بالألوان كانت من تأليف أيمن فتاحة وإخراج فيصل الشناوي طبعا يا أسامة أكيد بنكون سعداء بتحركات النادي الأهلي بالشيء المختلف والشيء اللي إحنا بنكون سعداء به دايما وأعتقد أي حد شايف مظاهر الفرحة ومظاهر السعادة والثقة في عيون أبناء النادي الأهلي من أصحاب الهمم أكيد حيكون عارف أن النادي الأهلي أدخل السرور إلى قلوبهم طبعا ده كان شيء مهم جدا وشيء كنا سعداء به ودايما دور الأهلي المجتمعي هو من ثوابت النادي الأهلي ومن مميزاته على مر التاريخ النادي الأهلي لم يكن أبدا صرحة أو قلعة رياضية فقط النادي الأهلي هو كيان اجتماعي رياضي دايما متكامل مع أهداف وطنه ودايما بيكون عارف كويس جدا دوره حتى خارج الرياضة طبعا كان في نهاية الحفلة طبعا يعني تكريم لكل القائمين على العمل المسرحي ويهدأهم شهادات تأدير ولكن يعني المخرج المسرحي فيصل الشناوي حصل على تي شيرت النادي الأهلي موقع من الكابتن محمود الخطيب خلونا نطلع فاصل وبعد الفاصل منتظرينكم في برنامجكم الأهلي خطع اشتركوا في القناة